برج القوس للعام 2019 للأسف ما زالت الضغوطات المالية المستمرة من العام 2017 و 2018 لح تكمل بالعام 2019 بسبب كوكب زحل اللي مستمر بمربعك الفلكة مع العلم أنه 2019 لح يحمل لك تطورات إيجابية على صعيد العمل ولكن هذا الشيء ما لح يكون كافي لخروجك من دائرة الوضع الاقتصادي الصعب قرار الارتباط أو الزواج بالعام 2019 ما بنصحك فيه ما لح يكون مناسب أبداً لوضعك الاقتصادي حاول أنك تتمهل تاخد قرارات شوية شوية وما تستعجل انطور لأنه الكواكب الباقي اللي حتقدم لك دعم بنهاية العام 2019